حضرات التتويج والدكتور مجد أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة وتكريم خاص للحكام في أحداث تقليد دائم في النهايات دايما يتم تكريم الحكام كان حكام النهاردة كابتن أحمد فهمي الشهير بالكابتن آيني وكابتن نانسي آيمن والكابتن موناء علي وطاقم التحكيم الطاولة وتكرمهم في هذا الحدث نهائي كرة السلة كأس مصر كرة السلة دكتورة يسمين دكتورة مي حبيبة بيكو نادين سلعاوة فريد وائل كابتن علياء نوع شتا رانيم جداوي نادا نافع ودي حكامنا وحكام اللقاء وحكام الطاولة تكريم خاص لهم والآن إلى تكريم المركز الثالث وهو فريق ناد سبورتنج بطل أفريقيا كل التقدير لفريق ناد سبورتنج بكيادة كابتن محمد خورس كابتانو دينا عمر والصور التسكرية دي عايزين بس نشوف بيحصل ايه يعني بيمضع التشيرت ولا ده طريقة جديدة للاحتفال هنشوف دلوقتي بس هو واضح كل التمركز حوالين الكابتانو دينا عمر واضح انهم حضرين مفاجأة لجنة الاحصى بتكريم خاص من قبل الاتحاد المصري للكورة السلة عن طريق الكابتن خالد الوصي طبعا لجنة الاحصى كابتن ياسر وكابتن محمد البيسي الكابتانو ما زلنا في الاحتفالية بليلة رمضانية وصهرة رمضانية السلوية لملكات النادي الاهلي والتتويج بالكأس التامنة اشتركوا في القناة